كشف مدير البحث العلمي وتنمية تكنولوجية بوزارة التعليم العلي عبد الحفيدة أورا أن الجامعات الجزائرية تعتبر من بين أحسن الجامعات كما أنها أفضل من الجامعات الأوروبية والأمريكية وأضاف المتحدث على هامش توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع حامل المشاريع بمقر الوزارة أن تصنيف الجامعات الجزائرية تغير مقارنة بسنة 2000 أين كانت تذيل الترتيب التغطية لناديها زعيد الثاني هو التعليمات والتعليم أن يقومون بسنة 1440 يقومون بسنة 1440 بالفعل أن تذهبوا إلى الشيما وأننا نحن نحن نرى بأن هذا التصنيف ستجدون كعديد من الجامعات الأوروبية والجامعات الأمريكية بعد الجامعات الجزائرية إذن نحن دائما نقارن بجامعات لديها 500 سنة وهي كجامعة رحوا نشوف جامعات كما قالك هارفار رح عندها 500 سنة وهي جامعة إذن المكتسب اللي رح عندها تجريبة والباحثين والأساتيذة ما قارنوش روحنا به وفي سياقنا متصل قال أراغنا تصنيف الذي يجب الاعتماد عليه هو تصنيف موقع شما وباعتباره حيدي ويرتكز على جودة البحث العلمي فقط إذن هذا التصنيف خالمي أي شبهات إذن هذا التصنيف هو التصنيف نتر علمي محظ إذن هذا التصنيف يقدم كل سنة مبني على معايير مبنية على البحث العلمي على معايير مبنية على الإبتكار والتطوير التكنيونيجي ومعايير مبنية على العثر الاجتماعي للبحث العلمي تصنيفات شانغاي التي رحكم تشوفها هي كان طالب من الجامعات الخاصة الأمريكية لتجلب الأموال لأنها جامعات خاصة إذا كانت فيه أحسن تصنيف كل طلبة يريدون أن يذهبون إلى هذه الجامعات والشركاء الاقتصادين يريدون التعامل مع هذه الجميع